ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي الشراكة القائمة مع شركة إني الإيطالية للبترول وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية وأعرب رئيس السيسي خلال استقباله وفدا من الشركة برئاسة رئيس التنفيذي للشركة عن تطلعه لمواصلة الشركة لنشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من شركة إني الإيطالية للبترول برئاسة السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ثمن خلال اللقاء الشراكة القائمة مع شركة إني الإيطالية وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية معربا سيادته عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة وموجها سيادته بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها من جانبه أعرب رئيس شركة إني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكدا على ما تمثله مصر من أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر لسيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي وقد استعرض السيد ديسكالزي تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر وذلك بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر وكذا تصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إتكو وضميات والتين تعملان بكامل كفاءتهما حاليا وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط وذلك في إطار رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة كما تم أيضا عرض إسهامات شركة إيني في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة ما يتعلق بإنتاج الهايدروجين الأخضر وذلك في ضوء استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ ترجمة نانسي قنقر